هكذا بدى المشهد على الأرض هدوء يسود الحدود الهندية الصينية لكن جنود البلدين مستنفرون وعلى أهبة الاستعداد في ثلاثة مواقع على امتداد الحدود في الهملايا وكل طرف يتهم الآخر بالتعدي على أراضيه خلف هذا المشهد ثم تتصعيد دبلوماسي هندي خطير فبعد أن تفاءل العالم بأن التوتر بين الجارتين لن يتطور أكثر من ذلك إثر إعلان الصين أنها لا ترغب بمزيد من الاشتباكات على الحدود مع جارتها خابت الآمال رئيس الوزراء الهندي خرج لشعبه قائلا إن بلاده تحرص على السلام مع الصين لكنها لن تتردد بالرد على أي استفزاز أريد التأكيد لشعبنا بأن التضحية جنودنا لن تذهب سودان بالنسبة لنا نزاحة الهند وسيادتها أولوية ولا أحد يمكنه منعنا من حمايتها وإن كانت كلمة الرجل لا تخلو من الحدة لكنها ضرورية لهؤلاء المتظاهرين فبالقرب من السفارة الصينية في نيو ديلهي تجمع العشرات منددين بمقتل عشرين جنديا هنديا ومطالبين بحظر دخول البضائع الصينية وقعة المنوشات الحدودية بين الجارتين وإن لم تكن جديدة لكنها المرة الأولى التي تشهد مقتل جنود منذ سبعينيات القرن الماضي ترجمة نانسي قنقر